تسعى الإدارة العامة للمرور على تبني المبادرة الرائدة في تسارع كبير للتحول الإلكتروني وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين هذا وقد صرح العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن 81% من الخدمات المرورية في عام 2021 تم إنجازها إلكترونيا بأكثر من 920 ألف معاملة من أصل مليون و135 ألف تعمل الإدارة العامة للمرور على استمرار تنفيذ الخطط التطويرية والرؤية التي وضعها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الكفلة باستثمار التكنولوجيا نحو تطوير الخدمات الإلكترونية وفقا لرؤية البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة وعلى تطور آليات تقديم خدماتها عبر التحول الإلكتروني من خلال تبني استراتيجيات نظم التكنولوجيا الحديثة لتقديم على مستويات الجودة للخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين عبر جميع المنصات الإلكترونية بكل سرعة وسهولة نظم توجيهات سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في تطوير الخدمات المرورية والتحول الإلكتروني ومتابعة مباشرة من سيدي سعادة المدير العام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللهب الخليفة تحرص الإدارة على تشجيع المراجعين لاستخدام الخدمات الإلكترونية وشهدنا تزايد في أعداد المستخدمين لسهولة الخدمة وتوفرها في مختلف الأماكن على مدار الساعة سواء من خلال تطبيق المرور e-traffic أو عبر موقع الحكومة الإلكترونية ومنصات الإلكترونية المنتشرة في جميع المحافظات الحين كل شيء صار ميسر مراكز الفحوص منتشرة في جميع مناطق البحرين بالنسبة لي أنا أروح المركز المعتمد في منطقة عراد أجري الفحص الفني في مجرد خمس دقايق بالكثير وبعدين أنا أتوجه إلى أقرب مركز لتسجيل السيارة تابع لإدارة المرور طبعا أنا استخدم الجهاز هذه والذي يحب يسوي المعاملة إلكترونيا عن طريق تطبيق الخاص بالمرور فلا الحرية في ذلك سهلوا علينا ويد أمور مثل دفع المخالفات و تسجيل السيارة كمراجعين إحنا يعني خلونا سهلوا علينا ويد أشياء يعني ما نطلع من البيت يعني أكثر شيء وخلطوا أمورنا بضغطة زر واحدة يعني هذا وتمضي الإدارة العامة للمرور في تحقيق الأهداف الرئيسية من تطوير في المنظومة المرورية واختصار زمن المعاملة وسهولة توفرها بمختلف القنوات كالتطبيق الإلكتروني للإدارة العامة للمرور e-traffic للأجهزة الذكية أو من خلال موقع الحكومة الإلكترونية بحرين.PH والمنصات الإلكترونية المنتشرة في جميع المحافظات بالإضافة إلى تطوير أدوات عمل شرط وموظفي المرور بتوفير كافة الأجهزة الحليفة التي تختصر من عملية إنجاز المعاملات للمراجعين